حدثنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج عن ابن المنكدري عن ابي ايوب عن مسلمة ابن مخلد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سترى مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا والاخرة ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن كان في حاجة اخيه كان الله عز وجل في حاجته حان عبد الله قال قرأت على ابي هذا الحديث حدثنا عباد بن عباد وابن ابي عادي عن ابن عوين عن مكحول ان عقبة قال ابن ابي عادي اتى مسلمة ابن مخلد بمصر وكان بينه وبين البواب شيء فسامع صوته فاذنا له فقال اني لم اتك زائلا ولكني جئت لحاجة اتذكر يوم قال عباد في حديثه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم من اخيه سيئة فسترها ستره الله عز وجل بها يوم القيامة فقال نعم فقال لهذا جئت قال ابن ابي عادي في حديثه ركب عقبة بن عامر الى مسلمة ابن مخلد وهو امير على مصر